وينظم إلينا من الحدود البولندية الأوكرانية سيد غيث أحمد رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أهلا بك سيد غيث في هذه النشرة الثالثة من قناة التغيير الفضائية أولا حدثني الوضع كيف هو الوضع عند الحدود حجم اللاجئين الفارين من أوكرانيا العراقين تحديدا مساء خير عجيبي ونحن اليوم واليوم الثامن على الثوالي من أعلان حالة الحرب على الأراضي الأوكرانية استقبلت الاتحاد الأوروبي أكثر من نصف مليون مواطن أجنبي أو أوكراني في الأراضي الأوروبية ونحن الآن نتواجد ونخلق بعض الباصات التي تابع المشاهد العامة في بولندا وهي تقوم أيضا بإجلاء المواطنين من هذه الغرية القريبة من الحدود البولندية كما أننا أيضا سجلنا قرابة 550 مواطن عراقي تم دخوله إلى الاتحاد الأوروبي الآن مع فقدان مواطن واحد عراقي حتى هذه اللغة ماذا تقصد بفقدان مواطن عراقي؟ تلقت المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان اليوم في صباح هذا اليوم عن بلاغ فقدان مواطن عراقي كان مع سيارته الشخصية وتم فقدانه في مدينة كييف وتم الوجود على سيارته طبعا مضروبا في أحد القضاءة في الروسية ولكن المواطن العراقي ليس لدينا ولا لدي الحكومة الأوكرانية أي معلومات أين هو الآن؟ هل أبلغتم السلطات العراقية السفارة العراقية في بولندا القام بالأعمال في أوكرانيا من بقى من طاقم السفارة في أوكرانيا؟ هل أبلغتموهم؟ نحن الآن تواصلنا فقط مع السفارة العراقية في بولندا لأنهم متساهلون جدا ويقدمون خدمات جدا مميزة للمواطنين العالقين على الحدود أما في جانب السفارة العراقية فلسى لدينا أي تواصل معهم لأن أرقامهم لا يتم الإجابة على أي رقم بليكو ويقوم السفارة العراقية في بولندا فيما يتعلق باختفاء المواطن العراقي في كيف؟ نحن الآن على اتصالات مباشرة مع السفارة العراقية نعم نحن الآن ضمن خطة عمل في تسهيل معاملات المواطنين أيضا نقوم نحن بإبلاغهم كل جديد عن أي فقدان أو وجود شيء مكروح حصل على أي مواطن عراقي وهم أيضا يقومون بدورهم في بولندا هنا طيب سيد غيث معلوماتك فيما يتعلق بأوكرانيا يعني أنت الآن عند الحدود الأوكرانية البولندية في الجانب البولندي بعد أن غادرت أوكرانيا معلومات التي لديك فيما يتعلق بالوضع الأمني العمليات العسكرية كيف وصلت الأمور؟ المواطن الأوكراني كيف يعيش يوم حسب معلوماتك؟ لدينا الكثير أيضا من المواطنين العرب والعراقيين في أوكرانيا هم ليسوا جميعا خرجوا من الأراضي الأوكرانية حتى نتحدث فقط عن مواطنين الأوكران ولكن بشكل عام ما يحدث الآن في أوكرانيا في المدن الأوكرانية من الأيام الصعبة التي يعيشها أي مواطن موجود انقطاع الكهرباء، انقطاع شبكات الإنترنت انقطاع أيضا خدمة الاتصال هناك القصف مستمر حتى هذه اللحظة قلة الموارد الغذائية وقلة الأجوية وأيضا عدم موجود مستشفيات كافة لاستيعاب الكثير من الحالات الإنسانية في حال حدثت أيها جمعات صاروخية يوم أمس سجلت المنظمة أيضا خرق باستهداف محطة القطار المركزية في مدينة كيف وهذه منطقة منشئة حيوية مدنية تنقل المواطنين إلى الجانب الآخر من أوروبا حسب معلوماتك العراقين اللي بقوا في أوكرانيا يعني كم عددهم ولماذا ما زالوا في أوكرانيا في كيف أو في باقي المدن الأعداد ليست بقليلة أن الأعداد ليست بقليلة نحن نتحدث عن المئات المتواجدين حتى هذه اللحظة في أوكرانيا ولكن صعوبة نقلهم صعوبة إجلاءهم من المناطق الشرقية من المدن اللي تحت الحصار الروسي لهذا السبب هم باقون يعني هم ما زالوا يقطنون هناك بسبب عدم موجود أي وسيلة لفروجهم ولا توجد أي مساعدة حقيقية من قبل بعض الأجهات الرسمية ليتم إجلاءهم فكل العمليات الإجلاء التي تقوم بها المنظمة الأوروباية الأراقية أو المنظمات المجتمعية التي قمنا بتشكيل خلية أزمة هي جهود ذاتية يعني دون أي موارد من أي دولة أو أي جهاز نعم فيما يتعلق لهذا السبب نشهد في هذه العملية سيد غيث انتأشت بالسفارة العراقية في بولندا وطريقة تعاملها مع العراقيين الفاريين من أوكرانيا ماذا قدمت لهم هل عرضت عليهم العودة إلى العراق هل قدمت لهم ملاجئ معينة أموال أم ما أنا لا أتحدث عن نية العودة أو لا عودة فلننا نحن منظمة إنسانية هدفنا هو فقط إجلاء المواطنين حسب معلوماتك أنا أتحدث به حسب معلوماتك حسب معلوماتك نعم ولكن أنا ما قدمت للسفارة لنا أنه تسهيل إجراءات وكتب أوراق رسمية تؤيد بأن هذا المواطن العراقي وقد فقط جوازه أو أن جوازه متواجد في السفارة فلانية يرجى تسهيل أمره لدفوله تحت الاتحاد الأوروبي ليتم إصدار لوثيقة سفر عودة إلى العراق هذا ما تقوم به السفارة مشكورة طبعا هنا في وارشوف تقوم بعمل جبار جدا ولكن في أوكرانيا في كثير حاليا أنا لا أستطيع أن ألوم السفارة أو أتحدث بالباطل عن السفارة فإننا لا نعلم ما هي الظروف التي يمرون يعني أفهم من كلامك أن هناك عدد كبير من العراقين فقدوا جوازه سفرهم لا لدينا مواطنين عراقيين لديهم جنسيات أوكرانية ومن الصعب أيضا إخراجهم مثلا من أوكرانيا فهم جميع المواطنين الأوكرانيين يجب عليهم الدفاع عن أراضي أوكرانية فسيتم إدراجه للجيش يحتاج وثيقة سفر عراقية ليتم إعلام الجهات الحكومية بأنه هو مواطن عراقي وليس أوكراني لدينا أيضا لاجئين عراقيين في داخل أوكرانيا ويحتاجون إلى وثائق سفر مهمة لإجلاءهم من الأراضي الأوكرانية يعني هل تقوم السلطات الأوكرانية بتجنيد الجميع؟ تجنيد كل مواطن كل مواطن أوكراني سواء كان من أصول أوكرانية أو مواطن من أصول عربية أو كأي كانت أصوله طالما هو يحمل الجنسية الأوكرانية فيجب عليه أن يقدم في الجيش الأوكراني إجباري من السن الثامنة عشر حتى السن السبتون مهما كان نعم أنا أشكرك جزيلا شكرا سيد غيث أحمد رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان كنت معنا مباشرة عبر سكايبي من الحدود البولندية الأوكرانية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركات في القناة شكرا جزيلا لك energيزيلا لك